انا نبيك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقات قناتنا قنات عصفير الزينا موضوع حلقة النهاردة نتكلم عن طيور الزبرة ابقى معنا طائر الزبرة او الشرشور المخطط او طائر الحمار الوحشي دي كلها اسماء بتطلق على طائر الزبرة ويسمى الشرشور المخطط ده من اجمل طيور الزينا اللي بتربى في المنازل الموطن الاصلي طائر الزبرة هو وسط استراليا وبيصل طوله الى 10 سنتي ووزنه الى 12 جرام طيور الزبرة من الطيور الاجتماعية سهلة التربية واجب الهاوي يبتدي هويته بتربيتها ما بتكلفش المرب كتير فهي المكنسة بتاعت باقي طيور الزينا بتأكل فضلات الاكل والحبوب اللي بتقع منها في ارضية الافس كمان بيأكل الخضروات وبعض انواع الفواكه وحبوب البلكم والفلارس والدنيبة وحبوب الدخل سن التزاوج عند طيور الزبرة 4 شهور وان كان ما الافضل ان ننتظر الى 5 او 6 شهور حتى تكتمل اجهزة طيور الزبرة طيور الزبرة من الطيور غزيلة الانتاج جدا ومن الطيور غير المكلفة واللي ما بتحتاجش لجهد ولا رعاية من الهاوي او المربي احتاج طيور الزبرة للتعشيش مواد مثل اش كارينة ومثل خيوط الكتان او خيوط الخيش بنقطعها لها على طول 10 سنتي وبتبدأ هي تاخد من الخيوط دي وتبدأ تغزل العش لانها غزالة ماهرة وبتاخد اش كارينة تعمل منه برضو العش اللي بيعمل العش في الغالب هو زاكر الزبرة وبمجرد عمل العش بتبدأ الانسة تدخل الى العش عشان تطمئن وتضع البيض بتضع طيور الزبرة في المتاصف من 4 الى 6 بيضات وبترقوا بداية من البيضة التانية او التالتة ترقوا طيور الزبرة على البيض مدة من 13 الى 14 يوم بعدها بيفقس البيض وبتخرج الفروخ الى النور وبتبدأوا يرعوا الفروخ ويأكلوها مدة 5 اسابيع بعدها بتكون جاهزة للطرد من البيضة فيما نسميه الفطام في الفترة دي قدم البقسمات بالبيض مهم جدا لفروخ طيور الزبرة لانها بتعطيها احمد امينية بتعطيها بروتين وبتساعد على سرعة نمو الفروخ في علامتين مهمين جدا بتعرفك ان انسة الزبرة هتبيض اول ما اتذكر يعمل عش بتبدأ انسة الزبرة تدخل الى البيض والعش وتمكس فيه فترات كبيرة كمان بتقبل على التهام عظام السبية ده دليل ان هي بتحضر عن قوض البيض عشان تبدأ تبيض زي ما احنا قلنا طقر الزبرة غزير الانتاج الى درجة انه بيعمل 7 عشوش في السنة عش الزبرة بيكون حجم اتنين اما انه يكون سلة صغيرة من البوس او يكون فخارة من الفخارات اه وفتحة العش بتكون دائما الى اعلى ان عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا هنجاوب على كل الاسئلة والاستفترات اللي هتصلنا منكم الى اللقاء في فيديو اخر تقبل وتحياتنا من قناتنا القناة عصافير الزينا